يا صباح الجمال والسعادة على كل مشاهدينا اللي بيتابعونا النهاردة من برنامجكم خلينا نبتدي النهاردة ببطاقة إيجابية وبور عشان نبتدي يومنا صح زي العربية اللي بتمشي لازم تمشي ببنزين فعشان كده لازم نبتدي معكم النهاردة بحكمة بسيطة جدا نقدر نبتدي بها يومنا الصبر الصبر ده مهم جدا في حياتنا عشان نقدر نتحمل كل الحاجات الصعبة اللي في حياتنا الصبر هو مفتاح السعادة مفتاح الفرج ومفتاح الجنة الصبر هو علاج الحزن الصبر هو من أفضل سمات وشيمة الرجل وليس دايما أفضل أخلاق الرجال الصبر من رأى مصاب غيره بيصبر على إيه؟ على اللي فيه كمان بيقولك أن اللي يصبر ينول الصبر مهم جدا جدا في حياتنا لو أنت صبرت قليل هترتاح سنين موضوع حلقتنا النهاردة محتاج صبر محتاج نفس طويل قضية ما بتنتهيش كل يوم بتزداد بتزداد نسبتها مش هنقول سنويا لا بتزداد سنويا ويوميا شبح اسود كل يوم بنشوفه حكايات وقوانين بتتناقش وبتعدل وكل واحد يفتي على مزاجه ناس بيخشوا علاقة من بعض ما نعرفش بقى الزوج أو الزوجة مستبدأ أو مستبدأ أين كان مين اللي ظالم أو مصدوم فيهم علاقة نهدة ورحمة بتنتهي بالطلاق مش بس كده بقى على النقطة دي لا تبيدخلوا في مراحل تانية من محاكم أسرة وتحديث سن الحضانة والرؤية والنافقة وموال طويل مالوش آخر موضوع حلقتنا النهاردة عن الطلاق وقانون الأسرة والأحوال الشخصية النهاردة اللي بيشرفنا الديوف اللي معانا النهاردة تعالوا نرحب بيهم اللي شرفونا النهاردة أحب أرحب في البداية بأستاذ شهابي الدين عبد الحميد مستشار القانوني أكاديمية مصرية العلوم والتكنولوجيا وعضو نقابة المحامين بمركز المحالة الكبرى بمحكابة المحالة الكبرى أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ومعانا دكتور إسلام دعبس خبير التنمية البشرية والإدارة الحديث أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بيك ومعانا الأستاذة سلوى الديب هي نشطة حقوقية وكمان مفوض عالم لجنة المرأة بإتلاف من أجل مسألة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك هتجي بقى بالأستاذ شهابي الدين أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا أستاذ طبعا حضرتك شفت اللي بيحصل يمندول والانتشار الفضيع ليه ظهرت الطلاق في الأول خالص أنا عادة حضرتك تقول لنا معنى الطلاق وأنواع الطلاق في البداية خالص بداية بسم الله الرحمن الرحيم أنا أستسمحك قبل ما أبدأ بس الأول في مصطلح لفظ الطلاق ومعناه وأسبابه في الأسرة المصرية نبدأ حتى بداية يعني إيه جواز الأول يعني إيه جواز الأسرة المصرية رب العزة سبحانه وتعالى خصها موازية كترة جدا وجعل الرابط الموجود بين الزوج وبين الزوجة سماه بمسمى سبحانه وتعالى يعني انفرض بيه وحده وهو الميساق الغليز رابط مقدس يحمل بما فيها من أسرار ورحم وتواد وصلة وارتباط مستمر ما بينهم للأسف الشديد الأسرة المصرية في الأولى الأخيرة الإعلام ضخ مصطورة جدا 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 لقينا معظم الوكلات للأنباء وكل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم أن مصر من أعلى من أولى دول العالم في نسبة الطلاق نسمع مرة أن في كل أربعة دقايق حال الطلاق في مصر ونسمع مرة أن كل ديئتين ونص حال الطلاق في مصر احنا ليه عاملين نخلين فزاعة عند الشعب المصري وعند الأسرة المصرية أن الطلاق هو نهاية الحياة عمر ما كان الطلاق هو نهاية الحلال لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما أحل الحلال بالزواج أحل الطلاق عندما تستحيل العشرة بين الزوجين فالزواج الأسرة المصرية الأول هي مؤسسة اجتماعية لبناء أسرة مكتمنة الأركان إذا صلوحة صلوحة جميع أفرادها سواء كان زوج زوجة أطفال لكن للأسف الشديد شخصانة العلاقة اللي بين الزوج والزوجة الشخصانة وتكبر الطرفين بيتناسوا ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من طفل أو طفلة ويدخلوا المحاكم وبينسوا كل شيء يفتكروا بس الصراعات الموجودة فالعلاقة وفي أحاديث كثيرة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها على لسان سيدنا محمد وفي أيات قرآنية كثيرة جدا منها الأحاديث النبوية تخيروا لناس بكم فإن العرق لدى الساس أو تخيروا لناس بكم فإن العرق لدى الساس دي هنجميلها في النهاية ولكن دين مؤدما لحبيت أبدأ فيها أن الزواج هي علاقة حميمة فيها نوع من التواد والتراحم بين الأسرة المصرية ليه في لحظة من اللحظات بينفجأ أن الزوجين أصبحوا أشراء شياطين فجأة لبسوا من اللباس أو اختلعوا خلعة مش هي الخلعة أو اللباس اللي شافوا بعض فيها في بداية حياتهم أيام ما كانوا مخطوبي ليه؟ إيه اللي حصل؟ هي نفس الزوجة وهي نفس الزوج إيه اللي حصل؟ مش قادرين يتحملوا مشاكل الحياة بالعكس جميع الأسرة المصرية في الأوين الأخيرة وعلى مر تاريخ مصر ممكن كان ظروفهم أصعب من ظروفنا وقدروا يطلعوا دا كترة يطلعوا مهندسين يطلعوا محامين يطلعوا قضاء ليه الستة المصرية أو الرجل المصري في الأوين الأخيرة أو في الفترة الأخيرة ما بيصبرش على مشاكل الحياة ليه في النهاية أسهل شيء عنده وأسهل شيء عندها الطلاق ليه اسمه هروب هروب من الواقع هروب من الرزق اللي ربنا عزقهم به هروب من العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أفرد لها أياك كترة جدا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الإعلاقة الحلال المشتان بين الحلال وبين الحرام الله يفتح علي دكتور إسلام بقى كنت عايزة أسأل حضرتك تشوفت طبعا الانتشار الكبير جدا ليه يعني تشايف طبعا الأغلبية من ناحية الزوجة يعني بتتخذ القرار تشايف إنها إمتى تطلب حقها وبتبعا بتسأل أسئلة كتير جدا قبل ما تاخذ القرار دا جميل جدا بالفهم طيب أنا بس حايا بل أنا أوضح دلوقتي حاليا معلومة مهمة جدا لكل واحد دلوقتي حاليا بيسمعنا وبتفرج علينا السبب الأساسي دلوقتي حاليا في انتشار ظاهرة الطباق بشكل كبير جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بسبب حكتين ياريت كل واحد دلوقتي حاليا بيسمعنا ويتفرج علينا يعرف الحكتين المهمين اللي ساعدت دلوقتي حاليا على امتشار ظاهرة الضوء السبب الأساسي اللي زود الظاهرة دي في المجتمع بتاعنا علشان حكيتين أول حاجة قصد بدون فهم تاني حاجة وفهم بدون قصد يعني إيه باختصار يعني باختصار معناها إن أنا مش فاهم زوجي يقصد إيه مش فاهم زوجتي تقصد إيه طب الحل إيه الحل دلوقتي حاليا علشان نفهم القصد صح لازم نسأل علشان نسمع علشان نعرف علشان نفهم الصحقية حضر دلوقتي حاليا تلاقي مشاكل كترة جدا 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 والسبب في كده إن إحنا ما بنستمعش لبعض السبب في كده إن إحنا ما بنحترمش أقراء بعض السبب في كده إن إحنا منتجاهل كلام بعض حضر دلوقتي حاليا سألت سؤال مهم جدا 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 ولازم دلوقتي حاليا كل إمرأة متزوجة بتفكر في موضوع الطلاق لازم تسأل نفسها أسئلة مهمة جدا 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 قبل ما تقول خاطر رقم واحد الزوجة لازم تسأل نفسها سؤال مهم جدا لما تاخد دلوقتي حاليا نقطة الطلاقة هل وضعك المادي دلوقتي حاليا بعد موضوع الطلاقة هيقدر يخليك تقدر تعيش وتصرفي على نفسك وهتقدر تصرفي على أولادك لو أولادك موجودين معاك ولا لا دي رقم واحد رقم اثنين لازم الزوجة قبل الطلاقة تفكر هل حالتك الصحية هتقدر تتعايش بيها بعد موضوع الطلاق ولا لا هتقدر تتعاملي مع صحتك وتخافي على نفسك وتراعي نفسك وتلاقي حد يهتم بيك بعد موضوع الطلاق ولا لا تالت حاجة مهم جدا جدا لازم الزوجة تسأل النفسها سؤال مهم جدا لازم تسأل النفسها هل انت هتقدر تتعاملي مع مرفوم ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة ولا لا رابع حاجة مهم جدا 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 لازم تسألون نفسها كمان هل عمرك مناسب للطلاقة ولا لا يعني دلوقتي دلوقتي مهم جدا جدا لما لوحدة تفكر في حاجة زي كده لازم تفكر لو عمرها زوير يبقى قدامها فرصة تانية انها تتجوز وتعيش حياة تانية جديدة طيب لو مقدمهاش فرصة يبقى الأفضل الصبر الصبر ليه؟ الصبر دلوقتي حاليا ده هيساعدك ان يكون ليك جزاء كبير جدا عند المغولة عز وجل من الأسئلة المهمة جدا اللي لازم تسألون نفسها هل انت فعلا حققت كل اللي عليك من خلال تشوف المشاكل اللي حصلت ايه وتحاول بقدر الامكان انك تحليها مع زوجك ولا لا لازم سؤال مهم جدا 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 كمان انك تفكر هل أولادك لما يكونوا مع جوزك هتقدر انك انت هيقدر لهم الزوج هيقدر لهم يوفر لهم حياة كريمة وهيقدر لهم يرعاهم ويهتم بيهم زي ما يهتم بيك ولا لا فيه سؤال مهم جدا جدا كمان لازم الزوجة تسألون نفسها قبل موضوع الطلاق السؤال ده بيقول ايه هل أهلك كمان هيهتموا بيك وهيرحبوا بيك وهيقدروا وهيرحبوا بأولادك بعد موضوع الطلاق ولا هتكون عبء عليهم ولا هتكون محل الانتقاط فيه أسئلة مهمة جدا 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 لازم الزوجة في الأول وفي الآخر تسألون نفسها وآخر سؤال لازم تسألون نفسها هل أنا عرفت السبب الأساسي اللي وصدني للنتيجة دي ولا لا عرفت الأسباب ده كلها ويسا مقتنعة يبقى صلي صلاة استخارة ويسيب الموضوع على المغلق عز وجل واستفتي قلبك بالوقت يا حاليا مبناء على قلبك بقى اللي هيقولك أنت هتستمري الله طعف لو ننجي بقى لجنب المرأة أنت شايفة أن المرأة مطلقة بتتعرض لتنمر وقعباء كتيرة جدا إيه وجهة نظرك خصوصاً كمان بقى بعد قانون أحاول شخصية جديد يعني أنصفها يعني ولا مأنصفهاش عايزين بردو اللي حكيت بي أنصفها طبعاً بس يا المشكلة أن هي بيكون الأولاد مثلاً في سن الحضانة بيكون الأسرة كبيرة بيكون الأسرة كبيرة طبعاً وخاصةً لو الأسرة كبيرة ولو طفل واحد ماشي هتقدر عليه لو طفلين بردو مفيش مشكلة إنما لو الأسرة زادت عن كده وهي الوحدها وإحنا مش عارفين ظروفها إيه بردو المادية هل هي بتشتغل هل هي رب تمنزل هتقدر تكافي مثلاً متطلباتهم المادية تتعرض لكم يعني من المجتمع يعني هي عليها ضغوط كتير جداً ضغوط مادية وضغوط نفسية وضغوط من المجتمع كلهم ودائماً المجتمع بينظل لها نظرة مش كويس أوك هنا هي السبب الأول والأخير وهي المسؤولة الأول والأخير برضو عن موضوع الطالق ده وكده وطبعاً نحن مش عارفين برضو ظروف الزوج إيه وبعدين المحاكم بتاخد وقت طويل جداً بتاخد إيه في النهاية نفقة بسيطة جداً أما ما تكفيش أي حاجة يعني ما تكفيش المعيشة والارتفاع الأسهار اللي إحنا فيه فهي مشكلة بكل المقاييز بالنسبة لها فهي لازم في الأول وفي الآخر تراجع نفسها مرة واثنين وتلاتة وعشرة وكده أحسن لها لأنها تبقى فاضة مش كويس أبداً لأن كل حاجة بتاخد وقت طويل المحاكم والقضايا وهي في النهاية اللي تعبانا لأن الأولاد حضانتها هي لو كانوا طبعاً في سن الحضان أما لو كانوا مع والدهم فما فيش مشكلة بالنسبة لها أستاذ شيهب حضرتك طبعاً سمعت عن التعديل البناء شولي لسه ما تمش حالياً عن قانون الأحوال وشفت طبعاً التغيير اللي حصل طبعاً اللي فيه مميزات وعيوب وفيه يعني هننشوف إذا كان برضو عايزين دكتور إسلام برضو معانا عايزين شوف إذا كان هو في صالح الرجل ولا لأ وطبعاً هنقولنا هو في صالح الست جداً صالح المرأة بيحصل يعني فيه الجد والجد اللي ما بيتشوفوش وبرضو الأطفال اللي بتتعرض بتتعرض نفسياً نفسيتها بتتعب يعني قبل ما تجاوب على السؤال ساعتك على لسه ما تجاوبش على السؤال الأولاني آه طبعاً اللي هو الطلق الأول عايزين نعرف سيد المشاهدين يعني كلمة الطلق من ناحية القانونية ومن ناحية الشر الطلق أولاً فيه طلق رجعي فيه طلق بائن بيننا صغرى فيه طلق بائن بيننا قبرى تمام؟ البائن الراجعي أن الزوج له الحق أنه في مراجعة زوجته خلال أشهر العدة على نفس ذات العقد والمهر الحالي البائن بيننا صغرى أن الزوج له الحق أنه بعد فترة العدة أنه راجع زوجته ولكن بعقد ومهر الجديد فالطلاق مرتان ما فيش حاجة يسمى محلل مش موجود في الشرع إطلاقاً الطلاق مرتان يبقى عندنا طلاق بائن بيننا صغرى بائن بيننا كبرى طلاق رجع بالنسبة للحضانة وإيه اللي بيتم عن وجهة نظر الشخصية أن الزوجة المصرية وقد حققها كتيرة جداً في القانون ده اللي المفروض نرعاهم ونبصّلهم الأجداد يعني ممكن تكون الجدة أو الجد ما بيشوفوش حفيدتهم أو حفيدتهم في مشاريع كتيرة جداً متقدمة على فكرة من ضمنها مشروع الأظهر ومن حوالي خمس مشاريع قانون لحوالي خمسة من سادة أعضاء مجلس النوار كل واحد بيتمنا فكرة معينة أنا وجهة نظر الشخصية القصة مش في القانون القصة في آلية تنفيذ القانون أنا ممكن كل يوم أعمل قانون بس هل الدولة المصرية هل الدولة المصرية عندها آلية إنها لو حضرتك خدت حكم حبس على فرد ما أو شخص ما أقدر أنفذ عليه هل لو في شخص موجود خارج البلاد وعليه نفقة متعة أو نفقة عدة أو نفقة صغيرة أو زوجية عندي من الآليات لأن أخذ الحكم وأطلع بره أنفذ كنت عايزة أخذ بقى عشان بإحنا نختم الحلقة فكنت عايزة أخذ رأيي الدكتور إسلام في نصيحة كده لتقليل الطلاق طيب هو دلوقتي حاليا علشان تبقى الأمور أطحى قدامك يهمني دلوقتي حاليا إن إحنا نحول بقدر الإمكان إن إحنا نسمع بعض علشان نفهم في الأول وفي الآخر إحنا نقصد إيه ربنا سبحانه وتعالى مفوت في البداية خالص كل واحد فينا قبل ما يأخذ موضوع خطوة الجواز لازم أو فقط الخطوبة لازم يفكر أنا عاوز مين ونفس الموضوع الفتاة أو الشاب أنا عاوز مين وعايزها ليه وعلشان نوصل ليه نفس الموضوع أنا عاوز مين وعاوزها ليه وعلشان نوصل ليه بس بالنسبة للقانون الأحوال الأسرية المتواجد بالوقتي حاليا أنا دلوقتي حاليا شايف إن قانون الأحوال الأسرية أو الزوجية عامل بمثابة سرار يساعد على الوصول لنار الاحتراك الخاصة بالخلافات الأسرية فعلشان كده بحاول بقدر الإمكاني ياريت 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 نسمع عن بعض نتقبل أراء بعض نحافظ على بعض نقدر بعض ونحترم بعض ونشوف وجهات نظر بعضي أنا بشكركوا جدا ونورتوني وكده تكون احنا طبعا الحلقة محتاجة هنكلم في حلقات تانية كتير جدا في الملف ده مش بينتهي كل يوم حكاية جديدة طبعا لازم نوصل للمعادلة الحقيقية والشريعة الإسلامية الكاملة اللي نقدر نسعب بها كل الناس وقت الحلقة طيب أنا بشكرك جدا ونشوفك في حلقة دانية إن شاء الله بإذن الله شكرا